سيدة العميد خليني أسأل حضرتك إحنا النهاردة سيدة محراجة ذكرت بنحتفل بذكر إتمام ثورة 30 يونيو ببيان 3 يوليو تحديدا إزاي استردد التولة المصرية مشروعها الوطني منذ ذلك اليوم؟ يعني أعتقد أن 3 سبعة جاء تتويج لجهود عام كامل من الحراك المصري وما كان يدور في ذهن المصريين وفي قلوبهم وفي عقلهم كانوا بيذهبوا في اتجاه استرداد وطنهم وكانوا بيشعروا بحالة من حالات الاختطاف للوطن للزج به في المحور أو في المشروع اللي حضرتك لسه ذكرها من دقائق اللي كان بتقف تركيا وقطر فيه الحقيقة بيحاولوا يخطفوا مصر والدولة المصرية بكاملة في هذا المحور وكانت الدلائل كتيرة الحقيقة والشواهد وضعت المصريين أمام لحظة اختيار كبيرة بحجم الوطن الحقيقة المصريين كانوا بيختاروا إما أن يفوزوا بالوطن إما أن يضيع منهم وكانوا بينظروا في هذا التوقيت لأن كان هذا المحور يدير معارك ويدير صراعات كبيرة جدا في الإقليم وربما هنتطرق لده حتى لاحقا حتى اللحظة يعني كان المصريين بيشعروا أن مصر الدفع بها في اتجاه هذا المحور ربما يعني يقضي عليها للأبد وده كان هاجس الحقيقة أعتقد أنه هو كان السبب الرئيسي في نزول ما يفوق الأربعين مليون مصري إلى الشارع واستدعاء القدرات المؤسسية المصرية ممثلة في وزير الدفاع في هذا التوقيت كي يتلو بيان 3-7 اللي احنا في ذكرى اليوم وأنه كان بيعهد للقوات المسلحة أنها تكون راعية لهذه الثورة وتحقق مطالبها أن يكون موجود رئيس المحكمة الدستورية في هذا التوقيت المستشار الجليل عدلي منصور كي يكون على رأس إدارة المرحلة الانتقالية اللي بدأها المصريين يعني بعد ساعات مباشرة من 3-7 كان بيشعر أنه بيسترد وطنه أنه أمام مشروع لجمهورية جديدة لتأسيس وطن حقيقي يشعر أنه استرد وطنه وأنه مطالب بيك كثير بدأ العمل عليه منذ هذا التوقيت المبكر وحتى الوصول إلى اللحظة اللي حدثنا